افتتح وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي ورشة العمل الخاصة بالدورة المستندية لمشاريع صندوق صيانة الطرق التي نظمها صندوق صيانة الطرق المركز الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي ومشاركة 170 مشاركا ومشاركة المزيد من التفاصيل في التقرير للزميل والضاح الشليلي افتتح وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي ورشة العمل الخاصة بالدورة المستندية لمشاريع صندوق صيانة الطرق التي نظمها صندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن في الورشة التي حضرها محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي ألقى وزير الأشغال العامة والطرق كلمة أشاد من خلالها بجهود قيادة وكوادر الصندوق والنشاط الملحوظ في عملية البناء المؤسسي مؤكدا على أهمية إنعقاد مثل هذه الورشة التي تسهدف تأهيل الكوادر المرتبطة بعمل الصندوق من خلال إكسابهم المهارات المتعلقة بالدورة المستندية لتنفيذ المشاريع تعتبر جزء من تنمية الصندوق الذي وجه فيها دولت رئيس الوزراء لابد من تأهيل الكوادر وزارة الأشغال والصندوق الممسى العامة للطرق والجسور نتمنى من المشاركين في هذه الورشة الاستفادة من المعلومات التي سوف يتلقونها خلال هذه الثلاثة الأيام وتكون بإذن الله يبدأ تفعيلها في المستقبل لتحل الشكاليات الموجودة رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس وفي كلمتي أمام الحاضرين استعرض خلالها جملة من المشاريع التي نفذها الصندوق خلال الفترة الماضية وأهمية الاحتكام إلى المعايير التي حددها الصندوق في عملية تنفيذ المشاريع تكمن أهمية الدورة هذه في رفع قدرات الكادر الفني سواء مزارة الأشغال والمقاولين القطاع الخاص والقطاع العام سنمكن هذه الدورة القطاع الفني من تنفيذ المشاريع وبكل سلاسة هي تسعى إلى ضبط الإقراءات وتسهيلها وتسهيل إقراءات الصرف والشركاء العملية كامل عملية تنفيذها بالنسبة للمقاولين والسياريين ومهندسين وبإذن الله يستفيد الجميع من هذه الدورة ظهرت كثير من المشاكل خلال الفترة الماضية بين الجهة المالكة وبين الاستشاري وبين المقاول هذه الدورة المستندية تحل هذه المشاكل وتربط الكادر الفني والهندسي بهذه الجهات الثلاث وبالتالي تكون الرؤية واضحة ودون تعقيد وعلى هامش الورشة تم عرض فيلم وثائقي قصير يلخص نشاط الصندوق وما تحقق من مشاريع استراتيجية نفذها الصندوق خلال الفترة الماضية ليفتح بعد ذلك باب النقاش في محاور الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام وتستهدف 170 مشاركا ومشاركة يمثلون عناصر التنفيذ الثلاثة المتمثلة بالجهات المالكة والمقاول والاستشاري والعمل وفق منظومة عمل تكاملية لتحقيق الإنجاز المنشود وبما يعزز عمل ومهام الصندوق لقناة عدل فضائية وضاح شليلي عدن